بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسلا بحضراتكم. ما بداية هنا. quansa من بالله العظيم انا راجل احلاوي. بتاني انا بحب اتفاق على قررة القدم. انا من اللقاء. اطبل واقول لك الاهل يا عمل والاهل يا س redund , والاهل واحنا اكبرك يا افيكي واحنا اكبرك يا دوري مصري واحنا وحنا وحنا وأنا نفسي بعد سنتين تلاتة حيете ربنا ادينا او عمره ح다고 الفرقة technology we need to assess this.��ه لان انا الشيء من الفرقة بسم الله ما شاء الله ربنا عطينا شوية ستر ربنا عطينا شوية حظ بيجوا لما بنتزنه يعني بسم الله ما شاء الله اهاب جلال النهاردة عمل جيم تكتيكة عظيم جدا نشوتها الاول الفكرة كلها انك تقفل على علي معلول وتقفل ناحية اه احمد عبدالقادر بانك تحط رمضان صبحي هافيمين رمضان مش بيجيت فيها بس طول معالي معلول احمد عبدالقادر هيطلعوا هيشوفوا قدامهم رمضان صبحي بيرجع يعملوا اجابات دفعية مع نبيل لعمات دونجا ومعه عمر جابر اربعة اتنين ثلاثة واحد والاهل برضو اربعة اتنين ثلاثة واحد علشان نخلي اللي افشة مكان جوه الملعب افشة برضو ابننا قرية ممكن وابننا اللي عمل تاريخي البيتسو فلازم افشة يكون موجود جوه الملعب ريحنا عمرو السلية وفي صراحة الشهادة لله فكرة ان عمرو السلية رايح النهاردة دي ما كانتش فكرة فشلة بالعكس تماما دي كانت فكرة نجحة جدا لانك لو ساركت على مباراة الاهل الاخيرة ادوى المريخ السوداني فعمر السلية وصل لمرحلة من الاجهاد البدني الموضوع بنسباله بقى صعب انك تحط عمرو السلية في المتشادة الكبيرة والضغط العالي اللي كان عام له الجزيرة الشيط الاول على الحمد فاتحي كان ممكن يغلط عمرو السلية في قوار كتير ففكرة عمرو السلية هي فكرة ماجحة جدا بالنسبة لمسلمان دي حاجة لازم نتفق او نختلف عليها فدي حاجة رايحك لنسباني كويسة جدا انك قررت المتش صح وانك قررت المتش صح وحتدو السلية وكررت انك تبني كل شغلك على حمد فاتحي وعلى الهو دانك فدي حاجة تحترم افشى الشيط الاول كانت تاية بنسي تاوي الشيط الاول كانت تاية محمد شريف شيط الاول كانت تاية الاهلي هجوميا كانت تاية مفيش غير الكوروس اللي تلعب وافشى شاطة طلعت برة انما الناحة التانية ابراهيم عادل بالضغط العالي اللي كان بيعملوا السيد اهاب جلالة على خط الدفاع وخط نص الاهلي قدري يخلط الاهلي وبراهيم عادل كان ممكن يسجل للشيط الاول الشيط التاني من ضغط عالي من حمد فاتحي قدري غلط عبدالله السعيد كوراجات لعفشة الاهلي سجل الهدف الاول خلاص بقيا معلم اللي انا كنت عايزه حصل انا هرجع دافع بالفرقة دافع بالفرقة ده نحن ده احنا دي حاجة وخمسين انا هرجع دافع بالفرقة مترجم على كده المسلماني ماتشات كبيرة جاي يدافع الماتشات اللي بتسيب لي واسماني الكورة فيها الموضوع بيبقى صعب ويهاب جلالة سابله كورة اول ربع ساعة الاهلي كان مفرفر اللي هو عامل لعب كورة عالية في اتنين اطوال موجودين في خط دفاع برامز في احمد سامي وفي موجود جنبه لعيب زي علي جبر اطعم ماء ونورة على محمد شريف في الكورة العالية فالاهلي بسم الله ما شاء الله يعني اتنفس كده بعد ما سجل الهدف الاول وبلغمز الناحة التانية انتهى بعد ما سجل في الاهلي الهدف الاول هتقول لي برامز كان خطير وفكرة عبدالله ساعد كان مهكم برامز يتعادل هقولك برامز طول ما شريف اكرامي في الملعب فيش خير الفرقة دي مش هتشوف خير لان الفرقة دي فكرة انك بتلعب بشريف اكرامي بمستوى حالي على مهدي سليمان او على اي حارس في برامز هي فكرة بالنسبة لي فشلة او انا الكلام ده بقوله من سنة ونصة على برامز طول ما في محباء لشريف اكرامي برامز عمرها ما هتقدم كرة كويسة ولا هتقدم متاج كويسة لان في ظلم كتير بيحصل في برامز. وطبع المسلمان يا اول ما شوف ان احنا سجلنا هدف يا اينا احمد عبدالقادر تعالى. المسلمان ده لسه جاستي. تعال انا كده انا كده اغيرك. فتعال اساسا. وراه مغير احمد عبدالقادر. احمد عبدالقادر كان اول تغييره نزل لعمرو السورية علشان خاطر يلعب تلاتة في نص الملعب. وبعد كده حسين الشاحات نزل مكان برسي تاو. وكريم فؤاد نزل مكان محمد هاني للاصابة. وايمن اشرف نزل مكان. حمدي فتحي بس عجبتني حتة ايمن اشرف ان هو قرر يدفع به قدام قدام لعيب زي ابراهيم عادل. بس ارق عجبتني جدا الفكرة ديو. عجبتني فكرة ان ايمن اشرف نزل من تحت تلاتة. خلاص عرفنا ان المسلمان هيلعب خمسة تحت. خلاص يا ايمن. خلاص عرفنا ان المسلماني من بعد ما سجلنا الهدف الاول هو احنا بنلعب عن المرتدات. وتلقوا بنلعب عن المرتدات بقى وكسبانين. يبقى ديلي لاتنا احنا بنحبش الهدف الاول بس. لاتلقوا بنلعب عن المرتدات والخصم قدامي فتح قطوطه. انا هحط عليك وهورى عليك مرتدات كتيرة وخطيرة كمان. الاهلي كان ليه فرص للتسجيل كتير بعد الهدف الاول. لان الاهلي جي في الوضعية اللي هو بيحبها مع ناسي ماني. وضعية ان احنا بنحب نسعب اللعب لما اخزها واحنا كسبانين. عندنا سرعات ممكن تخلص الماتش. حتى ميكسونة لما نزل عمل تصوبة جميلة جدا. عندنا فرديات تعرف تخلص الماتشات في الوضع ده. وفي الوضع ده برضو تشت قاوت لمسلماني لان المسلماني الفرق طرف تدافع. ما مسلمان الفرق طرف تدافع. يا الفرق مشكلتها الوحيدة لما تدهاك كورة بتلاقي غلوبة خالص مش عارفين اي حلول خالص. حسين الشحاء تضيع كورة في الستة ارضى التصدى لاي شرف اكراومي قبل ما الاهلي ما يسجل الهدف التي لنا العمرو الصلايا تصويبة جميلة جدا جدا جدا. لعمرو الصلايا بس التصوبة دي بردو بتشاط على من سبع سنين وهما يصد وهش. فهي تصوب جميلة. عمرو الصلايا وحتى كمان لو ما كانتش جميلة كان تم تسجيلها. فبعطي الشوط قاوت لعمرو الصلايا على التصوبة الجميلة جدا دي. وطبعا أهدري الشرف اكراومي الشت قاوت برضو على ان هو بسم النوقع شاء الله هيفضل خرم هيعيش هيعيش ويموت خضم. الهدف الثالث طبعا شريف اكرامي خرامة خالص ومحمد شريف سجل الهدف الثالث. الهدف ملعبش كرة اه بس طرح كاسبان تلقى صفر. وهم حاجة بالنسبان ايه? المكسب. احنا ايام كمرة كنا بنلعب كرة ممكنش بلعب كرة. ايام مسيماني انا كاهلاء ومتقبل فكرة ان المسيماني مش بلعب كرة. مسيماني مدير فني مش بلعب كرة. مش من مدرسة الكرة الجميلة. مش من مدرسة الهداء التكتيك العالي ولا الافكار التكتيك العالمية. او الراجل بيعرف يدافع في الوقت اللي مطلوب منه ان هو يدافع. انما الماتشاط اللي بيكون مطالب منها ان هو ينزل هاجم مسيماني خلوبة خالص ما بيقدرش ان هو يعمل اي حاجة لان هو مش مش هكل الفرقة على باتنين جنيه شغل تبتيكي ولا مش هكل الفرقة باتنين جنيه اختراقات ولا اي حاجة. هيكل لها ماشي فرديات وهتقدر ماشي فرديات لحد مسيماني ما يمشي. اعجبك الكلام تقبل? ما عجبكش الكلام? انا مش جاي هنا اطبل لك امسك الطابلة ومسيماني مع فين ازكيتنا تمسيك اخيري فالو